فعايزين روح لعمل مهمة جداً وهو فيلم يوم الدين اللي طبعاً روح كان يعني ده منتال فخر ان فيلم مصري يروح لكان فده حاجة وحدث مهمة جداً واظنة دي كانت خطوة مهمة قوي في حيات حضرتك وكانت حاجة حالة طبعاً فيا ريت حالك تحكي لي عنها وتقول لي تجربتك في الفيلم الحالة دي سبحان الله حالة جميلة وكانت جديدة ورغم ان التجربة مش كبيرة هو فيلم قصير بس من الاول من اخر اتكلمني والاستاذة الجميلة اللي كانت معها مسك البروجيكت كانتاجه وكده حسيت ان الناس دي في حاجة وسبحان الله بعد كده عرفت ان هو عايش ما بين مصر وفرنسا وبتاعه ومهتم بحاجاته وكده فكان الفكرة جديدة انك تعملي حاجة خاصة بعالم خاص كده وان البطل يبقى منه وحد مش ممثل ده فعلاً حالة شخصية شريرة كمان لا البطل ما كان شريرة كان انت شخصية انت اللي كنت شريرة بالزبط لانه دحك عليك شباني دعو البطل عليك دعوه بدفنة وقابله في السكة ما بين الناس فعمل معها واجبي فالتجربة نفسها وهي بتتعامل شكلها لذيذ وحلو وشكلها تجربة خاصة ومختلف كنت حاسس ان هو مختلف لانه فيه ليين انساني او خط انساني التجربة عايزة توصله فهو ده اخطر ما فيها فما وصل وعرّفت بقى انه راح المهرجان وخدت التأدير معين المسألة بقى هيه قلت صحيها التجربة دي كانت مداهة ده لازم تروح في الحتة دي. سبحان الله وتعلمت بنواه حاجات كتير إزاي الفن لما يهتم بالإنسانيات قوي وبالخطوط الإنسانية دي إزاي بيبقى راقي وحلو ويوصل حتى لو أعلاج مثلاً بأي لغة بيوصل للغاية تانية للناس كل لها طبعاً بيكسر الحواجز دي وبيبقى الحلل الإنسانية دي بيدخل قلوبنا خلاص مهما كانت لغته إيه وأوصل لها هو حيث فعلاً عامل أو في العصفورة بتاعتنا بتاعت عيش سعيد قالت لنا إن تقريباً في فيلم روسي حاجة كده إيه اللي بيحصل ده؟ عرفتم منين؟ لا إحنا عندنا عصفية بطل حتة يعني ده كان من أسبوعين كده عشان تجربة جات برضو كده من عند الله حلوة وشفت بيها علم تاني خلاص في الشغل والتزام تاني مخرج روسي جميل بيعمل فيلم قصته غريبة قوي عن رحلة لستة كبيرة وابنها فبيروحوا أماكن مختلفة كان منحظي إن أنا خدت دور فيه وعملته اتصورناه في مدينة الإنتاج واستمتعت جداً بحالة المخرج والكرون اللي معاه والفكرة بتاعة الفيلم والممثلين اللي فيه تشكيلة وممثلين من روسيا ومن سوريا ومن مصر هو لغة الفيلم إيه؟ اللغة العربية لأنه ممكن يعمل منه كذا إصدار ويتعمل نفخة بلغة رمضان بقى رمضان قرب ودخل علينا كلها شهرين تلاتة كل السنوح حضرت الطيب طيبين وبخير ومنورين ربنا خليك قلنا بقى في تحضرات حاجة رمضان والله أنا في رمضان ما كانش في حاجة لأنني كنت مزنوء قوي في مسلسل كبير 45 حلقة فكان لازم يخلص لأنني عايزيني زعوبة دري فما كانش فيه فرصة لكن من فضل الله جاتلي سبعية كده في رمضان إن شاء الله يعني سبع حلقت اه شغلت فيها يوم ولسه هنكمل إدعونا يا رب إن شاء الله تكون بخير